السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنشرح المسائل الخاصة بالجزء الـ Symbol Harmonic Motion اللي هو الحركة التوافقية البسيطة. بعد كده هنتكلم على الجزء بتاع الـ Waves اللي هو الموجات. فهنبدأ الأول بالـ Symbol Harmonic Motion أول الـ Constitutory Motion اللي هي الحركة التوافقية البسيطة. أبسط مثال للـ Symbol Harmonic Motion اللي هو أنا عندي Spring. Spring دوت اللي هي سوستة يعني. هادي بـ Spring وموصله بكتلة M. لو Spring ده ده طول الطبيعي بتاعه اللي هو L note. وبالتالي الوضع اللي احنا فيه ده بنسميه وضع الاتزان اللي هو الـ Equilibrium الـ Equilibrium Position وضع الاتزان. الـ Equilibrium Position ده اللي هو الوضع ده لو ممكن تركته لمدة جبيرة جداً يبدل في نفس الـ الوضع. ده اللي هو الـ Equilibrium Position. طب لو أنا جيت الـ Spring ده عملت له Stretching. شديته. شديته مسافة معينة. هدي كتلة M A. وآدي الـ Spring أصبح وضعه في الوضع الجديد ده. طبعاً كده سيبت الـ Spring ده. ويبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ اتخرك. لوقت ما يحاول يوصل إلى الـ Equilibrium Position. بعد كده يوصل لـ Maximum Displacement الناحية الأخرى. ايه السبب في كده؟ اننا بعمل Stretching Spring. بتنشأ فيه قوة هنا. اللي هي F Spring. الـ F ديت. اللي هي موجودة في الـ Spring. ساعد بنسميها Restoring. Restoring Force. Restoring يعني حاجة بترجع لوضعها الأصلي. Restoring يعني بنحاول القوة اللي بترجع الجسم ده. لوضع الاتزام بتاعه. وبالتالي. الكتلة دي بتتخرك حوالين الـ Equilibrium Position في اليمين وفي اليسر. ده بالنسبة للـ Oscillation. ده معنى الـ Oscillation أو الحركة الإه؟ الإهتزازية البسيطة. أو الـ Symbol Harmonic Motion. طيب لو عايزين نجيب بقى المعادلات بتاعة الحركة ديت. أنا عندي الـ F Spring. دي بتساوي تتناسب مع الاستطالة X. يعني لو أنا عندي هنا دي استطالة X. قمتها X. فالقوة اللي موجودة في الـ Spring تتناسب مع الـ X. يعني الـ Spring Restoring Force. دي بتساوي Minus K في X. ليه Minus لأنها توقع عكس الـ X. لأنها في هذا الاتجاه. والكده اللي هو Spring Conistant. كل Spring ليه Conistant خاص بيه. وليونيت بتاعته طبعا Newton بر متر. طيب لو عايزة وجد أكتب معادلة الحركة. معادلة الحركة بتاعة الـ Spring أو الكتلة M ديت. اللي هنطع فيه معادلة الحركة بتاعة Newton. الماس في الـ Acceleration. بتساوي الفورس. طبعا معنا كده. الفورس دي في اتجاه من X. يبقى M A في اتجاه X. بتساوي الفورس في اتجاه X. عارفين الـ Acceleration لها العجلة اللي في اتجاه X. لو أنا عندي عايزة جيب V. الفي عبارة عن مين. دي X باي دي تي. معناها بفاضل X بالنسبة لمن لتي. بفاضل المسافة بالنسبة للزمن. ودي سعب نكتبها X ضد. X ضد معناها تفاضل بالنسبة للزمن. طب لو عايزة جيب الـ Acceleration. الـ Acceleration معناها محتاج بفاضل. الفورس بالنسبة لمن. بالنسبة للزمن. يعني كإني بفاضل X مرة تانية. يبقى دي سكوير X باي دي تي سكوير. اللي هي بقدر نكتبها X ضد. يبقى المس. في الـ Acceleration في اتجاه X. يبقى دي عبارة عن دي سكوير X. باي دي تي سكوير. دي بتساوي إيه. مينوس K في X. يبقى M. في دي X. باي دي تي سكوير. يبقى دي عبارة عن M X ضد. بتساوي مينوس K على M. اللي هي ممكن اكتبها X ضد دوت. بتساوي مينوس K على. دي X طبعا. دي مينوس K على M في مين في X. بنشيل K على M ديت. وبنسميها أوميجا سكوير. دي كده أوميجا سكوير. يبقى كأنها X ضد دوت. بتساوي مينوس أوميجا سكوير في X. وده هي دي كده المعادلة التفاضلية. اللي بتوصف أي سيمبل هارمونيك موشن. بنسميها أي سيمبل هارمونيك موشن. يعني معنى كده ممكن تكتب فصولة ديت. أبا تكتب دي. قبارة عن دي سكوير X باي دي تي سكوير. معنى التفاضل الأكسيريشن بتتناسب مع X. مع الديسبرسمنت. وعكسها في الاتجاه. يبقى X ضد دوت تتناسب مع X. وعكسها في الاتجاه. يعني انا بكتب مع الاسبرينج بتحرك في اتجاه Y. طبعا المعادلة بتاعته ايه. Y ضد دوت. بتساوي مينوس. وميجا سكوير في Y. هي كأنها. دي سكوير Y. باي دي تي سكوير. بتساوي مينوس. اوميجا سكوير في. اللي هي برضو الأكسيريشن. تتناسب مع الديسبرسمنت. وعكسها في الاتجاه ده. تفسير الإشارة النيجاتيف. ولما ننساش ان الاميجا سكوير دي. اللي هي عبارة عن مين. عبارة عن. كي على. كي على. م. حل المعادلة ديت. وده اول معلومة لو اعرفينها. يبقى. اذا اول معلومة. المعلمة رقم واحد. ان اي سيمبل. هارمونيك موشن. المعادلة التفاضلية بتاعتها. ان اكس دابل دوت. بتساوي مينوس. اوميجا سكوير في اكس. دي المعلومة الاولى. وطبعا اكس دابل دوت تاني. اللي هي دي سكوير. اكس باي دي تي. سكوير مكتوبة كده. وتبقى عرفين الاميجا سكوير دي بتساوي. او 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 ا وها نسبتها حالاً. بس تبع فيه إن إيه ده؟ اسمه Amplitude أو Maximum Displacement. ده Amplitude اللي هو معناها معناها X Maximum أكبر قيمة X أو Maximum Displacement. طيب الأوميجا الاميجا دي بنسميها Angular Frequency وده بيساوي 2πF حيث وF ده اللي هو الفريقونسي اللي هو التردد اللي هو بيساوي طبعا الفريقونسي بيساوي واحد على T. يبقى ده اللي هو بيساوي 2π على T. يبقى أوميجا دي الأنجلر فريقونسي بتساوي 2πF يعني نفسها 2π على T. الفاي ده بنسميها الانيشيال الانيشيال فيز أنجل. يبقى كده أوميجا تي زائد فاي دي بنسميها الفيز أنجل. طيب لو أنا المعلومة التالتة لو عايز أجيب الفي. إيه الفي دي الفلوستي اللي هي A قزين أوميجا تي. أدي الإيه أهي. تفاضل لكوزين مينس سين. يبقى مينس سين أوميجا تي بلس فاي. طب تفاضل اللي يبقى بالنسبة لتفاضل ده يديني أوميجا يبقى ده في مينس A أوميجا سين أوميجا تي. أدي كده الفلوستي. طب لو عايز أجيب الأكسيرياريشن. لا سيشنا نساوي إيه كأننا عايز أفاضل الفلوستي بالنسبة لتي. ليا كأننا بفاضل الـ X مرة تانية بالنسبة لتي. بقى دي سكوير X باي دي سكوير. لي برضو ممكن تكتب XW. عايزين الفاضل اللي فوق نهاى مرة تانية. أدي مينس A في أوميجا. تفاضل السين بكوزين. يبقى كوزين اوميجا تي بلس فاي. طب تفاضل اللي جوه بالنسبة لتي يدي أوميجا. يبقى ده عبارة عن اوميجا سكوير. لو لاحظنا هلائي ان انا عندي الـ A كوزين اوميجا تي بلس فاي اللي هي عبارة عن مين A كوزين اوميجا تي بلس فاي دي היى من X. يعني إدي عبارة عن مينس اوميجا سكوير في مين في اكس ودي فعلا المعادلة التفاضلية اللي فوقها هي اللي بتوصف السيمبل هارمونيك موشن يبقى ده لو انا طلبت طيب المعادلة اللي انا عايز اكتلب عليه بعد كده لو عايزين نجيب بتاعت الكتلة بتاعت الكتلة بتاعت الكتلة م اللي عبارة عن نص ام في v سكوير يبقى بارع عن نص ام v سكوير ايه v هعمل سكويرين اللي انا اس اي اوميجا سين عاملا سكويرين توبق بارع عن اي سكوير فو اوميجا سكوير سين سكوير اوميجا تي بلاس مين بلاس فار ممكن يشيل ام فو اوميجا سكوير للمقادلة الاختصار ربط ام فو اوميجا سكوير ايه فوق اهي نربط ام في اوميجا سكوير داي تديني بين k يعني قدرت تبليه كأنها نص كي اللي هي بدل ام في اوميجا سكوير في از سكوير صن سكوير اوميجا تي بلاس مين بلاس فاي يloud الかなcher stato faut源 تبقى الدوار is about the work اللي هو عبارة عن نص كي اكس سكوير طبعا بها استنتاج بتاعها في المحضرة الي هي قدرت تبقيها عبارة عن من نص كي من هي الاكس الاكس أ got an يبقى كده جبت الايه جبت القينيتيك اللي هي نص كي سين سكوير و جبت البوتينشال اللي هو نص كي في سكوير طب معلومة السابعة لو انا عايز ايوجد المكسيمم قينيتيك انرجي المكسيمم المكسيمم امتا بتاع المقدار ده المكسيمم امتا بتاع ده المكسيمم لما السين تبقى اكبر في مليا تعالفون اكبر في مليا السين بكام بواحد يبقى المكسيمم قينيتيك انرجي عبره عن نص كي في سكوير طب المكسيمم بتنشال انرجي البوتينشال انرجي ماكسيمم ده بردو هتساوي الايه المكسام بتاع نص كي كوزين سكوير اوميجا تيتا بكوزين اكبر كميرا كوزين كام واحد يبقى المكسام بتاع بوتينشال برضو نص كي في اي سكوير المعلومة التاملة لو انا عايز اجيب التوتال انرجي بتاعت القتلة ام اللي بتتخرج التوتال انرجي بتاعتها اللي هي بتساوي الايه الكينيتك زائد البوتينشال لو جمعت من هنا الكينتيك والبوتنت Ruotsieller انتوا عارفينة اهو نص كي ايه سكوير او نص كي ايه سكوير او نص كي ايه سكوير لو خط beau مشترك سيتبقى لي جوه ساين سكوير زائد كوزين سكوير اللي هي بتاكن بواحد يبقى ان المجموع بتاعهم نص كي في اي سكوير لو فتحت القوص هكتب ساين سكوير زائد كوزين سكوير اللي هي بكام بواحد يبقى التوتالي انرجي a Media السبع القوانين دول هما ليهمونا بالنسبة للجزء بتاع السيمبل هارمونيك موشن او الوسيلاتري موشن اللي هي الحركة الاهتزازية. نشوف بقى المسائل على الكلام دوت بيقول لي ايه بارتكيل اوف ماس خمسة وعشرين كيلو جرام. يعني معنى كده الام بخمسة وعشرين كيلو جرام. is connected to a spring. وفورس كونو سنتيكي بتاعتو باتناشر يعني كي بتساوي اتناشر نيوتين على متر. طب مهم الاتنين دول كده قدر اقول اوميجا سكوير بتساوي كي على ام بتساوي. كي اللي هي اتناشر على ام اللي هي خمسة وعشرين. وكده قدر اطلع الايه? الاميجا سكوير يمنها قدر اطلع الاميجا اللي هي جازر. كي على مين? على ام. وكده الاميجا عرفتها يبقى. بيقول لي يبقى. it's oscillation. الجسم ده بيعمل oscillation. it says is described by the equation. هو ده الاميجا اكس بتساوي عشرة. عشرة. سين اوميجا تي. بس هو قال لي ايه? انسانتي. طبعا لازل حولها انا لايه? لمتر. يبقى دي اطرب في كام? فعشرة قصو ناقص اثنين. يعني كأنها اللي هي بيقول لي at what time. at what time معناها ايه? what time معناها عند اي زمن? in second. is the potential energy equal the kinetic energy? عايز يقول لي هو الزمن. قيمت الزمن كام? او اللحظة الزمنية اللي عندها potential بيساوي الايه لقايتك. بقى انا لازم استنتج الايه? potential والقايتك. لان انا المعادلة دي صين ما هي زي المعادلة اللي فاتت. فاقول ايه? انا عندي الاكس بتساوي point one sine اوميجا تي. لو جبت الفلوستي. الفلوستي قلناها هي عبارة عن اكسدوت. عايز افاضل دي بالنسبة للطايمة. ادي point one. تفاضل السين. كوزين اوميجا تي. تفاضل السين اوميجا تي. تفاضل اوميجا تي. تفاضل اوميجا تي. ديني هنا ايه? اوميجا. يعني معنى كده. الكاينيتك انرجي. هتساوي نص. ام في في سكوير. في سكوير اللي هي مين? اللي هي point one سكوير. اوميجا سكوير. كوزين سكوير اوميجا تي. ادي القيناتك. طيب البوتنشال. احنا عرفين البوتنشال اللي هي عبارة عن نص. كي في اكس سكوير. نص كي. والكي دي اللي هي عبارة عن مين? الكي اللي هي ام في اوميجا سكوير. طيب هاضربها في اكس سكوير. اكس سكوير معادة اكس سكوير اللي هي مين? اللي هي دي اللي هو من دهاني. اللي يعتبقى point one. سكوير. سكوير. ساين سكوير. اوميجا تي. هدي كده. هو بقول انا عايز ان البوتنشال انرجي. تساوي القيناتك انرجي. البوتنشال احنا جبناها بكام? نص ام في اوميجا سكوير. point one سكوير. سين سكوير. اوميجا تي. هتساوي. القيناتك اللي هي براع. نص ام. point one سكوير. اوميجا سكوير. كوزين سكوير اوميجا تي. هدي نص ام مع نص ام. اوميجا سكوير مع اوميجا سكوير. point one سكوير مع point one سكوير. يبقى كأنها. سين سكوير اوميجا تي. بيساوي. كوزين سكوير اوميجا تي. لو اسمت على كوزين سكوير. يبقى ده يديني. سين سكوير اوميجا تي. على كوزين سكوير اوميجا تي بيساوي واحد. ده اللي هو مين? ده اللي هو تان سكوير اوميجا تي بتسوى. يبقى حل المعادلة دي انا بضعها على قيمة تي. يبقى دي حلها ان تان اوميجا تي بتساوي زائد او ناقص واحد. طب امتى التان بتساوي واحد? التان بتساوي واحد. عند زاوية 45 إمتى بتساوي عند pi على 4 إمتى بتساوي ناقص 1 عند 135 اللي عبارة عن 3 pi على 4 يعني معنا كده قيم omega t هتساوي pi على 4 أو 3 pi على 4 22 طبعا خدتوا في الرياضة إن التان دي دالة بريودك يعني بتكرر القيم بتاعتها كل pi يعني معنا كده ممكن omega t ديت لو هي 45 تبدي 1 tan 45 بواحد أو ممكن أزود على 45 ديت كم pi اللي هي الرياضة بتاعت مين بتاعت التان وال 135 اللي قد تاتها pi على 4 أزود عليها مين برضو pi يبقى دي أول 4 قيمهم وبعد كده أزود بقى كام اتنين pi بدل باي دي تبقى اتنين pi وتاتة pi واربعة pi لأنه طبعا تعفل التان دي دالة بريودك والبريودك بتاعتها بتاعت باي يعني معنا كده tan 45 بواحد tan 135 بنقص واحد tan pi على 4 زائد زائد pi اللي هي البيريودك بتاعت التان دي برضو التان بتاعها بواحد tan 3 pi على 4 زائد pi دي ديني ماينوس واحد طبعا الأوميجا أنا عارفها جبت قيمة الأوميجا اللي هي جاز k على m اللي هو كان ميداني في المسألة يبقى عارف القيمة بتاعتك بإذا أنا أطلع قيم الايه قيمة T اللحظة الزمنية اللي عندها الكيلياتيك انرجي بتساوي البوتينشيال انرجي طبعا أكتر من ايه من زمن ليه لأن الكتلة m بتتحرك تعمل معناها أنها تتحرك من وشمال معنا كده عندي أزمنة كتير جدا الكيلياتيك انرجي بتساوي البوتينشيال انرجي ده كده المطلوب الأول المطلوب التاني what is the total energy at that time التوتال انرجي احنا قلناها التوتال انرجي بتساوي ايه التوتال انرجي قلنا بتساوي نص كي في اسكوير الكي اللي هو قلي عليها في مسألة بتنشر والأ اللي هي بكام بPoint 1 لأنه هو مدهاني بالصنط يعني معنا كده الكي دي بيتنشر والأ بPoint 1 سكوير ده طلع لي بالأ بالجول طب المطلوب اللي بعد كده بيقول لي what is the velocity and the acceleration of this particle عايزة acceleration والفلوسطي بتاعته طب ما هو المعادلة اللي هو مدهاني x بيتساوي 0.1 sin omega t طب لو عايزة جيبه الفلوسطي الفلوسطي ما هي x dot اللي يتبقى 0.1 تفاضل دي يتقوزين omega t فمين طب الأكسيرات بتساوي x double dot أفضلها مرة تانية جيبقى 0.1 فوميجا تفاضلو كوزين منص منص sin omega t التفاضل omega t اللي جوه دينا omega فدي تبقى عبارة عن minus point 1 فوميجا square sin omega t وكذا جبت الفلوسطي وجبت الأكسيرات نشوف مسألة التانية مسألة التانية بقول لي which of the forming functions represent simple harmonic motion احنا التفاضل عن simple harmonic motion معناها ان دي x double dot بالsub minus omega square في مين في اكس ان الأكسيرات تتناسب مع مين مع ال اكس وعكسها في ال اي في الاتجاه وقادي الأميجا اي سكوير لو بصنا دي مدانيك بالدالت الواي بقناها ممكن اقول y double dot بالsub minus omega square y دي برضو simple harmonic والسلاشة التي كتب ازاي d square y by d t square بي سوى minus omega square في مين فور طبعا بالنسبة اللي هي الاختيار ايه تنفع ليه؟ لان d square y by d t سوى minus ادي المينس اهي وادي الستاشر يبقى ادي عبارة عن omega square بستاشر يبقى الاميجا بكام الاميجا باربعة طبعا دي كده تنفع يبقى كده قال لي time for one of that represent simple harmonic oscillation شو انت عارفين ان الاميجا بتساوي two pi f والاف ده اللي هو عبارة من واحد على t بقى two pi على مين على t والاميجا قلنا بكام باربعة يبقى اضع تطلع من هنا لايه؟ الت طبعا تطلع بالايه؟ بالسكن طبعا المعاقلة التانية بي دي برضو تنفع لان الجزر ده في النهاية رقم والرقم ده انا ممكن اجيب له لايه؟ اجيب له الجزر بتاعه بس طبعا الشكل الصحيح بتاعها ان انا عندي باخد السورة رقم مين؟ رقم ايه؟ لان ده يديني رقم صحيح للايه؟ للاميجا انما دي ده هيديني اوميجا سكوير بتساوي جزر تمانية يبقى معناك ان الاميجا بتساوي تمانية قص ربا فده هيديني انما ده طبعا في الاختيارات من دول اللي هي اختار ايه هو اللي هديني اوميجا عدد ايه؟ عدد صحيح يبدل يمثل simple harmonic motion طبعا دي عبارة عن ايه؟ بلوس كده الacceleration تتناسب مع ال y ولكن في نفس اتجاه بتاعها بدل دي مينس بقى بلوس وطبعا دي كده ما تنفعش نشوف مثال تاني يبقى الام بتاعتي بتساوي اتنين كيلو جرام بديني الاكس معاردة الاكس اكس بتساوي ثلاثة كوزين اربعة تي بلاس بوين تمانية بيقول لي وير اكس اكس ده اين سنتيميتر الاكس اللي مدوني دوت ففو ده الرب ده كان في عشرة اصناس اتنين يبقى دي كانها تلاتة من مية عشان دي كانت تبقى بالايه؟ بالمتر بيقول لي وات is the force طبعا معادلة دي قبل ما اقرأ المطاليب دايماين دي كده الامبليتود واللا اربعة دي الامجة بكده بامجة باربعة طبعا نعرف الامجة دي عبارة عن مين؟ طو باي اف يبقى طو باي اف دي بتساوي كام؟ اربعة يعني الاف بيساوي اربعة على طو باي هيرتز والبوينت تمانية دي عبارة عن مين؟ الفايل هي هو بيقول لي ايه؟ طب مش انا جبت الامجة الامجة بكام؟ الامجة باربعة والام بكام؟ باتنين كيلو جران طب ما انتم عارفين ان اومجة سكوير بتساوي كي على ام اومجة سكوير دي ستتاشر هتساوي كي على الام الام اللي هي بكام؟ باتنين يعني معنى كده معنى كده ان الكي هتساوي كام؟ اتنين وثلاثين نيوتين بير ميتر معكده عايز المكسيموم كاينيتك انرجي احنا كنا جبنا في الجدوى اللي عمناه في الاول في ملخصنا القوانين المكسيموم كاينيتك انرجي نص كي في الامبليتود سكوير يبقى دي نص كي اللي هو اتنين وثلاثين الامبليتود اللي هو كام ثلاثة من مية سكوير اذا اطلع المكسيموم كاينيتك انرجي طبعا تطلع بالجول عشان كده انا حولت الامبليتود ده لمتر عشان اطلع دي بالجول لازم الحالات بتاعك بقى كيلو جرام ومتر وثني كده جبت المكسيموم كاينيتك انرجي دول التالت مسائل اللي عندوكو بالنسبة للجزء بتاع مين بتاع الوسيليشن او السيمبل هارمونيك موشن بالنسبة بقى للترافلينج ويف الترافلينج ويف اللي هي عبارة عن ايه لو انا عندي ويف المعادلة الاساسية بتاعتها اللي هي Y وفي X و T بتساوي الامبليتود سين اوميجا تي مينوس بلاس كي اكس بلاس فاي ال ايه ديه ديه الامبليتود بتاع الوايف الاميجا ده هنال انجرى فريقونسي اللي هي وطو باي اف او طو باي على مين على تيه كده اسمه الوايف نامبر اللي هو عبارة عن طو باي على الاندا حيصو الاندا ديت اللي هي الطول الموجي اللي هو الوايف لينس الطول الموجي وده الوايف نامبر لكنه ركم الموجة والفاي دي اللي هي نفسها اللي هي الانيشيال الانيشيال فيز انجل طيب الناقص والزائد دي بستخدمها امتى الناقص لو قال لي الوايف طو الزائد طو الزائد لو قال لي الوايف ديها تمشى في اتجاه اكس السالب يبقى اخذ الاشارة لايه الزائد يبقى ديها تمشى في اتجاه بوزيتيف اكس وده ماشى في اتجاه ده كده المعادلة بتاعت حيصويدة بتاعت اي موجود في الواسط بتاعي لو تبقى عارفين اول حاجة تبقى عارفينها الايه ده اللي هو طو باي اف او طو باي على تي والتي ده اللي هو البيليوديك تاين والكده اسم الوايف نامبر اللي هو بيس او طو باي على الاندا العة اللي هي الويف لينز والفايد اللي هي الانشه govaves برضى دي الي بجيب الي أنا أرى الويف فيلوستي اللي بنسميها الوايف اسبيد أو الوايف فيلوستي السرع الي مشى فيها الوايف دي بتساوي اوميجا كي اوميجا على كي دي لها سرع الوايج ب한데 بيسموها الاπراقشم اسبيد او الوايف اسبيد اللي هنوز عارفين contribute في فريق بين الواف سبيد دي الواف السرعة اللي مشى بها الواف. طب البرتكل سبيد هو بيوسيلات. يسمها البرتكل سبيد. البرتكل سبيد. اللي هي عبارة عن واي دوت. ايه واي دي عبارة عن الازاحة بتاعت البرتكل. اللي عبارة عن دي واي باي دي تي. اللي هي دي بتساو ايه كده لو فضلت ديت. يعبارة عن ايه. تفاضل السين كوزين. اوميجا تي. ناقص او زائد كي اكس بلاس مين بلاس فاي. تفاضل الجوة بالنسبة للاوميجا. بالنسبة لتي يديني كده ايه? اوميجا. طب لو عايزة اجيب البرتكل اكسل ريشن. اكسل ريشن. هي نفس اللي عملناه في السيمبل هارمونيك موش اللي هو بارة عن واي دابل دوت. عايزة افاضل ديت. ادي اوميجا اي. تفاضل لكوزين. مينس سين. سين اوميجا تي. مينس. ودلاس كي اكس بلاس مين. بلاس فاي. تفاضل اللي جوة بالنسبة لتي يديني اوميجا وهده يديني اوميجا سكوير. اللي هتلاحزوا ان هو يديني ماينس اوميجا سكوير في اكس. اللي هي السيمبل هارمونيك. سوري. طبعا دي اوميجا سكوير في واي. لان عندي ايه سين اوميجا تي. هي عبارة عن مين هي معادلة الوايج. اللي هي ايه سين اوميجا تي زايت او نقص كي اكس بلاس مين بلاس فاي. نشوف بقى. طبعا لو انا عايز اجيب الانرجي نفس قوانين الانرجي. بتاعت الاوسيناتري موشن او سيمبل هارمونيك موشن. نشوف المسائل اللي عندنا في الايه في تي. لو ملي متر يبقى لازم اضربها. فى عشرة اصنات. عشان حولها المتر. يبقى دي سين. تو بوينت وان. فى باي. فى عشرة اصت اتنين. دي هيك انها متين وعشرة باي. ماينس باي. فى اكس زائد مية وعشرين ديجري. طب طبعا نطلع القيم اللي احنا قد نطلعها هنا. العشرة الخمساشر فى عشرة اصنات. دي اللي هي مين? دي اللي هي الامبليتيور. طب المتين وعشرة طبعا هنا فى تي طبعا. المتين وعشرة باي دي اللي هي ايه? اللي هي اوميجا بمتين وعشرة باي. يعني لو حبيت اجيب الفريكنسي يبقى تو باي اف. يساوي ميتين وعشرة باي. يبقى الف بيساوي كام? ميتين وعشرة. باي على اتنين باي. يبقى اتنين وعشرة على اتنين. دي اللي هي عبارة عن هيرتز. طب بريودك طيب يساوي واحد على مين? على اف. قد راجيب بريودك طيب. طب الباي دي اللي هي مين? دي الباي دي اللي هي كي. يبقى الكي بتساوي باي. طيب ماه الكي دي عبارة عن تو باي على لندن. ليه بتساوي باي? يبقى كده اطلع الايه? اللندن اللي هو الوفل. طب المائة وعشرين دي اللي هي ايه؟ المائة وعشرين. ديه اللي هي الانشل فاز انجل. لو عازها جيبها هجيبها بالريدين. يبقى عازها ما اضغب في باي. على مية وتمانين. والباي دي اللي هي سري بوينت وان فور. طب كده كل المعلومات اللي انا قدرت اجيبها من الفانكشن اللي هو من دهل. هو قال لي ايه? فيند الفريكنسي. جيبنا الفريكنسي اهو. يلي umsono 102. انجرة فريكنسي Woo número 2210. bin 2 1 Per해보. عايز بها البرتجاب نجبنا البرتجاب 1 1 . عايز الولوستي اول تι FCC. وقلنا الولوستي storyteller. 어�د يقبان مين ويمجا علىين؟ على كل ملادين وعشرة. باي. طب الكيل اللي هي بكيم اللي هي باي. يبقى الفلوسطي دي عبارة عن مين? ميتين وعشرة ميتر بير ساكند. كلا جبت الفلوسطي عايزة جيبنا الويفلينتز من الويفلينتز. كيل هي اتنين باي على لانده. اهي. قلنا بتساوي باي في نظر نجيب اللي هي لانده. الويف نمبر جبناها اللي هو عبارة عن باي. الانشي الفيز انجل اللي هي المية وعشين ديجري حاولناها الايه? الانشي الفيز انجل. بقول لوقت ازاي توتال انرجي? قلت باي this wave for a particle point five جرام. مش احنا عارفين ان التوتال انرجي. كان بتساوي. نص ام في اوميجا سكوير في اسكوير. دي اللي هي بتاعت الوسيليشن. لو بتاختركن كنا بنشيل دي. ونحطها كيب بتاعت الاسبرينجر. خلو بقى لكم كيب بتاعت الاسبرينجر كي داية. كي دي اسمها الويف ننبر. وهناك كان يسمها الكيب بتاعت الاسبرينج. اللي هي ام في اوميجا سكوير. طيب الام هوم الدهالي. قال لي كام? point five جرام. يبقى دي point five. في عشرة والصناق الثلاثة عشان احاولها المين? احاولها بكيولو جرام. اوميجا سكوير. الاميجا احنا قلنا بكام الاميجا? الاميجا بامتين وعشرة باي. بسكوير. الايب كام? الايب بتاعنا بخمستاشر. اضبوا في عشرة. والصناق الثلاثة. اسكوير. اللي هي نص كي اسكوير. والكي قلنا اللي كانت في حالة الاسبرينج اللي هي ام في مين في اوميجا سكوير. كده جبت الاية التوتال انرجي بالايه بالجو. بقول لي وات Izzy maximum velocity. الماكسيموم فالاستي اللي هي بيه ماكسيموم. اللي هي عبارة عن لو انا فاضلت الكلام ده. لو فاضلت الكلام ده عشان اجيب السرعة. الاكسيموم فالاستي هي تساوي a في اوميجا. قلناها قبل كده لنك لو فاضلت المعادلة ديت هتديك A تفضل الصين بكوزين تفضل لجوه يدي أوميجا وأكبر قيمة لكوزين واحد يبقى V ماكسيم بارع من A في مين في أوميجا A اللي هي خمستاشر في عشرة والسنواء الثلاثة في الأوميجا اللي هي امتين وعشرة باي ودي الماكسيمان فلوستي بميتر بير ساكن نشوف المسألة اللي بعدها اللي فانزة سبيد سبيد بعيز السرعة V of ocean wave يعني عايزة السبيد of wave أو wave speed أو صعب بسموها البرباجيشن سبيد وهو's vertical displacement y as a function of time ما دينا الفنكشن هي 3.7 دلعة عبر عمين الأمبرتود طيب ال .5 ال 5.6 دلعة عمين الأوميجا بتساوي 5.6 وال 2.2 دلعة عبارة عن مين؟ عبارة عن الكي اللي هو ال wave number بيقول لي يا بقى عايزة يوجد ال V ما نعرف ان ال V الفلوستي اللي هي wave speed بتساوي أوميجا على مين؟ على كي الأوميجا 5.6 الكي اللي هي 2.2 في قد أطلع ال speed of ocean wave بالميتر بير ساكن دي مقرقت بمباشر للقوانين اللي احنا قلناها يعني إذن اللي احنا ملخص القوانين اللي عندنا اللي هو بالنسبة هو دوت بالنسبة الترفلينج wave او عارف شكل الفنكشن وكل رمزة فيها معناه ايه؟ لو هي بالنقص او انا ماشى في اتجاه ال x positive لو بال positive معناها ماشى في الاتجاه ال ايه؟ في اتجاه ال negative of x وعرف ال wave is بيضعف اجيبها عرف اجيب الفلوستي بصوا ايه السؤال اللي هو كان بيسأل على الماكسيمم فلوستي ادي الماكسيمم فلوستي اللي هي أوميجا ايه ليه؟ لأنه اكبر قيمة للقوزين بكام بواحد طيب الماكسيمم acceleration بأوميجا سكوير في ايه لأنه اكبر قيمة للصين هنا بكام بواحد يبقى فيه ماكسيمم كينا ممكن عاوزين نكتب هنا نكتب فيه ماكسيمم هتساوي أوميجا ايه ال a maximum أكبر قيمة el acceleration وقباروا عن اوميجا سكوير فيما في ايه وبعدو главنا نابع اعرفين القوانين بتاعت الouscilatory motion او simple, harmonic motion اللي احنا قلناها في الاول وهو 8 نقط اللي احنا قلناها دا كده يدخص عندنا القوانين بتاعت symbol harmonic motion او l oscillatory motion والجزء بتاع ال wave دا كده كل المسائل اللي عندنا في Итакs element الخاص بالأسلوات اليموشن وبالويف. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بقى في الجزء بتاع السيرمو دينامي.